سلام عليكم. في حلقة هي الأهم مع ما يحدث في القرى المستور عربية من إحصائية وأجبارة وتفاصيل هي الأهم. سنتحدث في هذه الحلقة عن حلقة اسمي عليها مائة في المائة عما يضر ويحدث ذاك الجران الاسماعيلي من إحصائيات وأجبرتها تفاصيل هي الآن. سنتحدث في هذه الحلقة عن مباراة المقونون استعدادau الاسماعيلي لمباراة مقودون. وايضا سنتحدث عن عودة خالد النبريسي وعن مصابل اسماعيدي وسنتحدث ايضا في هذه الحرقة عن مشكلة مجلس ادارة الاسماعيدي وما يحدث من مشاكل في مجلس الاسماعيدي وعن تغيير موقع صفر بقسة الاسماعيدي الى ليبيا. وايضا سنتحدث في هذه الحرقة عن الدعوة الشرفية من كشافي ان هو بي في غانة لمسؤول الاسماعيدي. والكثير والكثير في هذه الحلقة. ولكن انا صديقي مش طريق بينك كتير. ان انت تبدأ معايا اخر الحلقة. عشان معانا اخبار هي الاهم. والاشتراك والله يكون سبسكرايب هما ان يدعموا هزي القناة. ولن تقبل هزي القناة الا بوجودة. قبل ما نقول نصلى على رسوله على ايه وصحبه وسلم وانا هنطلق في حلقة. هي الاهم عام ما يحدث بالكورة المتصوى العربية. وما يحدث داخل جدران. قال له ايه درويش مصر ودرويش العربية. طبعا في البداية كده. الاسماعيلي زي ما قلت لك كان بيتفق على مباراة ودية قبل ان تغادر بعثة الاسماعيلي الى الاراضي اللي بيع استعادلين لمباراة اهل بني غازي. وبالفعل اتفق مسؤول الاسماعيلي كانت من المفروض ان تكون مباراة من الجمعة ولكن اتفق مسؤول الاسماعيلي على اللعب مع المقالون العرب يوم السبت القادم في التساعة والنصف على استادة الجبل اغضر في القاهرة. اه استعدادا للسفر الى الاراضي الليبية استعداد مواجهة اهل بني غازي. طبعا نتغير المعاد ونتكلم في كل ده طبعا. اه طبعا عودة ما المفروض ان يكون اليوم او في هذا الوقت الذي اتحدث فيه معك. اللاعب وحجاب الاسماعيلي خالد النبريسي يكون متواجد داخل جدران الاسماعيلي. اللاعب بالفهم من المفروض ان يأتي في هذا اليوم الى الاسماعيلية ويكون متواجد عشان يحضر معسكر الاسماعيلي ويحضر مباراة المقالون العرب ولكن بنسبة ضعيفة سيكون متواجد في مباراة المقالون العرب ولكن بنسبة كبير سيكون اللاعب متواجد في السفر مع باس الاسماعيلي الى الاراضي الليبية. فمنها المفروض ان يكون متواجد هذا اللاعب كالدر نبريسي الفلسطيني في الاسماعيلي في هذا اليوم. طبعا اخر مستجدد مشكلة ادارة الاسماعيلي فاهمي يشكو نصر عبو الحسن لجهات الادارية مجدلة بسبب المشاكل. في كلام كتير بيحصل جوه مش مزبوط يعني. فاهمي بيقولك او فاهيم بيقولك بيقولك ان بيقولك ان في مخالفات بتحصل من المسؤول الاسماعيلي. وفيه فلوس طلعا مش مزبوطة. طلعا فيها مشاكل وفيه تلاعب وفيه. وطبعا اه دلو بيشكل الناس الادارية والناس المعنية والجهات المختصة. وايضا ابو الحسن اه و اه الاعضاء اعضاء مجلس الادارة اللي هما اه ابو الحسن ومصطفى اه شلة امين الصندوق و اه مهسن عباسيح وشوقي اه عوض واحمد عبد الرحمن وجمال اه ومحمد جمال اعضاء اه اعضاء مجلس الادارة الاسماعيلي دول اللي وفقوا ان الفاهيم يكون خارج او وفقوا ان هذا الشخص يكون خارج اه نادل اسماعيلي. ولكن اه الذي لم يوافق هو اه دكتور فرج عامر اه نائب اه رئيس ناصر وحسن رئيس الناس. طبعا اه سريعا كده تعديل موعد مباراة الاسماعيلي واهلي بني غازي. كما المبروض ان تكون مباراة الاسماعيلي واهلي بني غازي اه يوم 18 من هذا الشهر. وتغير الموعد لتكون المباراة يوم 24 من هذا الشهر على ان تعود باسة الاسماعيلي الى الاراضي المصرية يوم 25. اه ولكن ستغادر بس الاسماعيلي الى الاراضي اللي بيقى يوم 22. عشان كده قلت لك اسماعيلي هيلعب يوم السبت مع المخولون ويغادر الى الاراضي اللي بيقى يوم 22 ويعود يوم 25 بازن مولا الزوجالة ده بالنسبة للنظام اللي تغير فيه صفر الفريق الى ليبيا والمباراة اللي بيجهزة المقاوية والافتر من حاجة فيه كده شوية حاجات كده بتنزبط ولكن كل شيء ماشي بسيستم معين او بكنترول معين من ادارة الاسماعيلي. طبعا شابول ادارة الاسماعيلي على ما تفعله من اه تحديثات او او للفريق الاول او اكتبت النادي او لسيستم النادي. طبعا الدكتور شام مصطفى الجاهزة او مسئولي الجاهزة الطب الناس الاسماعيلي بيكسف العلاج لمعالجة البعض اللعيبة قبل آآ عودة انطلاق آآ الجولة القادمة من الدوري الممتاز. التي ستكون يوم واحدة الالتين مع اسموحة. وطبعا فيه مباراة في كاس مصر ولكن لم تحدد مع مين. لان لسه فيه القرع لسه ما تعملتش. ده بالنسبة ولكن فيه في هذا الشهر مباراة اسموحة وفيه مباراة مفروض تكون في كاس مصر قبل مباراة اسموحة. ده بالنسبة ده مباراة الاسماعيلي او تعديل مواعيد صفر الاسماعيلي وعوداته وكل شيء. طبعا الخطوة اللي عملها اللي بوالها الشابول هي مسئول الاسماعيلي او الادارة الاسماعيلي على الاسماعيلي يتلقى ده بيان اسماعيلي المواهب كان. الاسماعيلي يتلقى دعوة لحضور دورة اكتشاف المواهب في غنيا. وطلقى نادي الاسماعيلي دعوة لمتابعة دورة افريقية لشباب المواهبين المقاومة بدولة غنيا. منتصف ابريل المبود وذلك لتفعيل الاتفاق. طبعا اتفاق مبرم بين النادي واحد الشركات الافريقية القصة باكتشاف المواهبين. وتسهد الدورة هذه الدورة اربعتاشر نادي اوروبي. منهم ازبورتيج اه ازبورتيج براغا البرتغالي واستار ازبورج البرنسي ودينامو زاجرب الكرواتي واليل البرنسي وجانت البلديكي ورية السويدات الازباني واودونيزي الايطالي وروما الايطالي. دي فرق ستكون من ضمن الفرق الاربعتاشر النادي المتواجدين في هذه الدورة في افريقيا. تمام? طبعا ايضا ستكون متواجد اه ست اكاديميات غينية بالاضابة الى ست اكاديميات من دولة مالي والسنغال وسيرليون وكودوبور ولايباريا دول سيكونوا متواجدين. ووجهت اللجنة المنظمة للبطولة دعوة لحضور اثنين من النادي الاسماعيلي على ان تشمل الدعوة تسكرتين طيران والاقامة والانتقالات طوال ايام الدورة. دي دورة. دي حاجة جيدة بشوحشة. وانا من رأيي ان الكابتن علي ابو جريشة ومعه حد من زوء الخبرة. كابتن اسماعيل حفني اه اسماعيل حفني او الكابتن اه اماد سليمان. الناس دي كلها عندها دراية بين لعيب الافارقة وعندها. طبعا اتكلمت بحلقات قبل كده عن موضوع الشركة الشركة الافريقية الذي اتفق مع الاسماعيدي على طبعا هو بيطالب اتنين من مسؤولين اسماعيدي يسافروا عشان يقول له ان احنا شاكلين. احنا هو عامدين دورة وفي دورة كبيرة فيها لعيبة. اوروبية وفي ها لعيبة تحت الثاني. ودول هيفينه الاندية او هيفينه مدلسة معيه بحل الاتفاق على بعض اللعيبة. سيكون فيه اه جدولة بين اللعيبة وبين هذه الشركة الرعية. طبعا. حاجة جيدة وحاجة ستبقيت انها دي في الاعوام القادمة بازن النول عز وجل. طبعا بالنسبة للصفاقات عشان اه الاستاذ حسن واسابزة كتير وكل حباب الحريف اللي معايا على القناة. تكلموني في الموضوع ده. موضوع الاعلام طبعا واتكلمت تسعين الف مرة. وقلت الاعلام مش كل حاجة تتقالف الاعلام تتصدق. مش كل حاجة نتزي. يعني معلش. حط نفسك مكاني او حط نفسك مكان اي واحد من اللي بيطلع يتكلم عن كرة القدم. عن متى? مين من الاهرام داخل جدران نادل اسماعيلي? صعب يا باشا. مين من اه جريدة? اي جريدة? المصر اليوم? اه الاهرام? اه مين جوة نادل اسماعيلي? احنا اللي بنخدش جوة نادل اسماعيلي وبنتعب ومنلب وما بننامشي وعشان نعرف وعشان نوصل وعشان نطع ونقول وعشان نطمن الناس على ما يحدث داخل جدران نادل اسماعيل انه فيه اه جدية وفيه عمل شاق. انا عارف انه اه تراجع الاداء وتراجع النتائج في الفطر الاخيرة اثر على الناس واثر. ولكن بازل مولا عز وجل كلنا في سيتنا تعبانا. ولكن احنا ما مقدماش غير ان احنا نساند وندمع ونقاسل. نساند وندعم ونقاذل الفريق. ونساند الناس دي. لان احنا عشق لهذا الكيان بس. فكلنا نتكتب كلنا نقيد واحدة عشان نقدر نعدي بالمرحلة دي وعشان نقدر الاسماعيل يرجع لي عادته ويرجع لي ما تعودنا عليه من الاسماعيل. طبعا بالنسبة للشامبو سوفيان بالنسبة للناس دي. الشامبو سوفيان هي المشكلة معاه في نقطة واحدة. وانتكلمت معك فيها قبل كده بحلقات قبل كده. ان المشكلة بتاعت الشامبو سوفيان هي العملة. النازل اسماعيدي قال لك ما اتفق مع العيب افريقي او من اي دولة اوروبية هيكون التعامل بالجنيه المصري وليس بالدولار. يعني في مشكلة في العملة الاجنبية. ده بالنسبة. فلو المشكلة هم الوقت المشكلة بين وكيل اللاعب اللاعب موافق. ولكن وكيل اللاعب تدخل وايه مش عارف ايه وهيدونا بالجنيه المصري والكلام بتاع وكيلها اللاعب اللي انتم عاربينه. ولكن الشامبو سوفيان اللاعب كان مرحب بوجوده وحابي بيجرب التجربة او الدور لمصري. ده بالنسبة للشامبو سوفيان. بالنسبة لخارج رانجلوس الموضوع منتقل كان منتظر بس الوصول التذاكر والتأشيرات والكلام ده عشان يخش العرضة المطوعية. ده بالنسبة. بالنسبة ليه اا امريك اموسمة ومتواجد. بالنسبة ليه اا شولونجو شولونجو اا في باطرة نعيشة في الاسماعيلي. ولكن اا لسه حتى الان اا متواجد او غير متواجد ده بتاعت الجهاز الفني. اتمنى من كل حباب الحريب في كل مكان. لو الحلقة عجبتك. لا تبقى لحباك الحريب. نوصل باسم موضوع عز وجل بالحليل. خمس سلامة اللاعين دعم لأخوة حبك الحريب. ومنتظر تعليقك الجميل اللاعنا ما انتظروا منك. وانت عارف يا صديقي ان احنا عندنا تحدي هو الاخوة. ونحن هنا من اجل التحديات. واحنا قد هزي التحديات. وانا اعلم ان جمهور الاسماعيلي في كل مكان قد التحديات. واحنا افتر من الملايين. فعايزين نوصل للملايين. باسم موضوع عز وجل. فان مقدرش اقول لك يوم سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.